موسيقى الان نشرة الاخبار مع محمد الكبيسي اهلا بكم في نشرة الاخبارية مفصلة من قناة الفلوجة نبدأها بامراز العناوين موسيقى الكاظم والحلبوسي ابحثان التطورات الامنية والسياسية ويؤكدان ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية موسيقى الحزبان الكرديان ينهيان شهورا من الانسداد ويقرران استعادة الثقة مع الاطراف السياسية وتوفير ارضية ملائمة للحوار موسيقى بعد نقلها الى منطقة امنة الاعلام الامني تعلن خلوة موانئ العراق ومطاراته من المواد السامة والمشعة شديدة الخطورة موسيقى البداية سياسيا حيث التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مكتبه ببغداد بحثا خلاله مجمل الاوضاع العام على الصعيد الوطني واخر التطورات على الصعيدين الامني والسياسي وجاء في بيان اورده المكتب الاعلامي للحكومة ان اللقاء اكد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف الملفات استجابة لتطلعات ابناء الشعب العراقي كافة من بغداد الى اربيل اذ انهى المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان الديمقراطي والاتحاد الوطني اجتماعا عقد في رئاسة الاقليم باربيل جرى خلاله التباحث بشكل صريح بشأن العلاقات بين الجانبين والاوضاع الراهنة في البلاد ولإيجاد ارضية ملائمة للتعاون والعمل المشترك وذكر الحزبان في بيان مشترك لهما ان الاجتماع بحث سبل توفير ارضية للحوار وتطبيع وتطوير العلاقات بين الجانبين والعمل على استعادة الثقة بين الحزبين والتعاون بين الاطراف السياسية عن طريق التفاهم والحوار فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين المكتبين السياسيين للتباحث بشأن العملية الانتخابية المقبلة لبرلمان كردستان هذا ورحب اعضاء في البرلمان بالمبادرة الاخيرة التي اطلقها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لحل حالة الازمة الراهنة التي بدأت بزيارة رئيس الاقليم ناشرفان بارزاني الى السليمانية مؤكدين انها ستفتح افاقا لانهاء حالة الانسداد السياسي فيما اكد نواب الديمقراطية ان جميع الخيارات ممكنة لحل ازمة انتخاب الرئيس باستثناء تجديد الولاية لبرهم صالح المشهد السياسي هناك مبادرة من السيد مسعود بارزاني بدأت بتقارب كردي كردي من خلال زيارة السيد نجرفان بارزاني الى السليمانية وفتح افاق جديدة بين الطرفين ونأمل ان ينعكس هذا الموضوع على موضوع الانسداد السياسي الحاصل في العملية السياسية في العراق برمته ان شاء الله كانت هي اولا زيارة ودية من سيد رئيس الاقليم كاتنين شرفان بارزاني وكانت هذه الزيارة هي تهيئة ارضية واجواء مناسبة ودية للحوار ما بين الحزبين الكرديين للوصول الى نقطة التقاء فيما بينهما ربما تكون كل السينياريوهات مطروحة الاتحاد يطلب بانه موقع رئيس الجمهورية استحقاق الاتحاد والبارتي يذكر بانه استحقاق رئيس الجمهورية هو باغلبية الاصوات اغلبية المقاعد هو استحقاق لهم فبالتالي كل الاجواء مهيئة وممكن ان تكون مقبولة من وجهة نظري الشخصية باستثناء التجديد للسيد برهم صالح في غضون ذلك يعتزم البرلمان عقد جلسته التاسعة من فصله التشريعي الاول يوم غد الخميس للتصويت على قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني وكان البرلمان قد انهى الخميس الماضي تقريرا ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يهدف الى منع اقامة اي نوع من العلاقات معه بدورها اعلنت اللجنة المالية النيابية مخاطبتها وزير المالية للحضور الى جلسة استضافة لمناقشة قانون الامن الغذائي والتأكد من وجود التخصيصات المالية اللازمة لتغطيته فضلا عن اطلاع البرلمان على حجم الفائض المالي من اسعار النفط وامكانية استثماره في تأمين قوت المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة قدمت للجنة المالية دعوة لوزير المالية طلب منها مجموعة من الاستياضاحات وايضا مجموعة من الجداول هل هناك تغطيات كافية ل هذا القانون هل هناك سيولة نقدية حقيقية وفائض حقيق وفائلي لتغطيات هذا القانون أم سيكون هذا القانون الحبر على وراق استضافة وزير المالية ستكون لمجموعة من الامر منها فيما يخص موضوع المحاضرين واستيضاعات مجموعة من الاستيحاضات منها كذلك فيما يخص مجموعة من الجداول التي طلبتها اللجنة المالية لتحليل التحقيق فيها وايضا لاستيضاعها كذلك مجموعة من الأمور الأخرى والمتطلبات لذلك يجب أن يكون هذا القانون ناضج بصورة فعلية ويؤثر داخل الشارع العراقي وداخل المعيشة العراقية على المواطن وحياة المواطن بصورة خاصة في الأثناء أعلن وزير المالية علي علاوي زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي إلى 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي فيما حدد نسبة ديون التجارية الداخلية والخارجية للعراق وذكر علاوي في تصريح رسمي أن التعافي المستمر لأسعار النفط من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة هذه الاحتياطات إلى أكثر من 90 مليار دولار في نهاية العام وهو مستوى قياسي للعراق لافتا إلى أن مجموعة ديون الداخلية والخارجية يتجاوز 99 تريليون دينار فيما أشار إلى أن التضخم في العراق أقل من دول اقتصادات ناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط في المقابل حذرت اللجنة المالية النيابية من استمرار نزيف العملة الصعبة من العراق إلى الخارج عبر نافذة بيع العملة فضلا عن استمرار تهريب الأموال وأكدت اللجنة أن قانون استرداد الأموال المنهوبة ستكون له الأولوية والأولية من بين القوانين التي سيشرعها البرلمان خلال جلساته المقبلة من أهم القوانين هو قانون استرداد الأموال المهربة وتم طرحها وقراتها بالدورة السابقة البرلمانية اللجنة المالية حاليا عاكفة على أكماله وإجراءاته المتعلقة به مع التنسيق مع الحكومة لأنه صراحة هذا حق يعتبر للبلد وأعتقد الموضوع الاسترداد هو واجب والبرلمان هو الدور التشريعي الأول نزيف التدفق النقدي إلى الخارج ما زال مستمر لغاية الآن هذا يساعد عوامل كثيرة الوضع الأمني الموجود في البلد هو وضع هش بالتالي يشجع بينه رؤوس الأموال وحتى الأموال الشرعية بينه تغادر للعراق الأمر الآخر بينه المصارف العراقية الأهلية خاصة ساعدت في هذا الموضوع عن طريق مزاد بيع العملة إلى الخارج هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا يجب أن تكون هناك تشريعات يجب أن يكون هناك عمل فاعل وجدي حتى الأموال العراقية تستقر في العراق وبالتالي تساهم في عملية دفع النمو الاقتصادي في العراق بعد مرور عام على إرسال رئيس الجمهورية برهام صالح قانونا لاسترداد الأموال المهربة والمنهوبة إلى البرلمان السابق ما تزال مليارات العراقيين قابعة في الخارج بانتظار من يتحرك لاستردادها مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير منذ تسعة عشر عاما والعراق تنهب أمواله وتهرب بشتى الطرق خارج البلاد بات من الطبيعي في الشارعي الحديث عن هذه الأموال والمطالبة بعودتها واستخدامها في إعمار البلد وتطويره أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون استرداد عوائد الفساد رئيس جمهورية برهام صالح أرسل قانونا لاسترداد الأموال المهربة قبل عام من الآن إلى البرلمان السابق لكن انتهاء عمره أدى إلى عدم تفعيل القانون فيما يعتزم البرلمان الحالي تشريع قانون جديد لاسترداد الأموال اتفقت اللجنة المالية إلى أن تشكل لجان فرعية وهذه لجان الفرعية كل لجنة سيكون لديها مسؤولية ملف معين وستكون هناك بالتأكيد أولوية للأموال المهربة على اعتبار أنه البعض كان يعمل بتهريب الأموال وغسيل الأموال وأمور أخرى ومنهم سياسيين كبار وبالتالي هذا الملف مهم وخطير جدا ويتحدث برلمانيون عن هدر طائل في قضايا التعاقد وعن فساد مستشر في أغلب العقود سواء على مستوى الحكومة المركزية أو مجالس المحافظات وعن مشاريع لم تستكمل وشركات وصفوها بغير الرصينة باست عليها المشاريع بسبب عمولات للمسؤولين وعن تهريب بإيصالات وهمية وصل إلى 350 تريليون دينار نزيف التدفق النقدي إلى الخارج ما زال مستمر لغاية الآن هذا يساعد عوامل كثيرة الوضع الأمني الموجود في البلد هو وضع هش بالتالي يشجع بأنه رؤوس الأموال وحتى الأموال الشرعية بأنه تغادر للعراق الأمر الآخر بأنه المصارف العراقية الأهلية خاصة ساعدت في هذا الموضوع عن طريق مزاد بيع العملة إلى الخارج ويؤكد مراقبون أن الفساد مستشر ومقنن في مؤسسات الدولة التي تصنفها منظمات الشفافية الدولية في ذيال مؤشرها السنوي وهو محمي من أحزاب وفصائل خارج سلطة الدولة تتقاسم بينها الأموال المنهوبة من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية في الشأن الأمني أعلنت خلية الإعلام الأمني أن موانئ العراق ومطاراته أصبحت خلية من المواد السامة والمشعة وقالت الخلية أن لجنة خاصة بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية أنهت أعمالها لنقل جميع المواد الخطرة من موانئ البصرة ومطاري البصرة وبغداد إلى منطقة آمنة خصصة لهذا الغرض مضيفة أن هيئة المنافذ ستعمل على وضع الحلول وإخلاء الحاويات إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في غضون ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع أي خرق خلال العواصف الترابية فيما أحصت أعداد قتل الإرهابيين بسلاح الجو العراقي منذ بداية العام وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن عصابات داعش تستغل أي ظرف للظهور من خلاله حيث استغلت يوم أمس الظروف الجوية وهاجمت المواطنين مبينا أن وفدا أمنيا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري زار المنطقة التي حصل فيها الحادث الإرهابي أمس وتم اتخاذ عدة إجراءات وقرارات مهمة وحاسمة لمنع أي خرق قد يحدث عند هبوب عواصف ترابية لافتا إلى أن القوات الأمنية لديها إمكانية عالية جدا خصوصا الكاميرات الحرارية والنواظير الليلية من جانبها دعت كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابي إلى تفعيل الجهد الاستخباري والدفع بتعزيزات أمنية للمناطق الرخوة التي تحاول فلول داعش استهدافها النائب عن الكتلة ماجد شنغالي قال إن الهجمات الإرهابية الأخيرة ما هي إلا محاولة نيائسة من فلول التنظيم بأنه ما يزال ينشط على الأرض الكل يعلم بأن عصابات داعش الإرهابية دائما ما تنشط في أجواء بيئية سيئة سواء كان سابقا في فصل الشتاء حين كثرت الأمطار والأمطار الغزيرة وأحيانا أيضا اليوم في الغبار والعواصف الترابية وغيرها لذلك على قوات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى أخذ الحيضة والحضر هذا ما شاهدناه يوم أمس كان هناك هجوم في جنوب الحضر هجوم في جلولاء هجوم في تازة وأيضا تعرض في مناطق أخرى لذلك أعتقد لا علاقة لهذا الاستهداف بهذا التقارب قد يكون حقيقة رسالة من داعش بأنهم لا زالوا موجودون وبقوة على الأرض أثناء ذلك تفقد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبدالأمير الشمر للوضع الأمني في كاركوك خلال زيارة أجرها للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابية الذي استهدف عددا من الفلاحين في قصبة بشير جنوبي المحافظة وشدد الشمر خلال تفقده موقع الجريمة الإرهابية على ضرورة تنفيذ عمليات استباقية تحبط أي عمل إرهابي قبل تنفيذه مطالبا على الجزة الاستخبارية بتكثيف المعلومات وعدم إعطاء أي فرصة لفلول الإرهاب لإرباك الأمن في محافظة كاركوك فيما توعد بالقصاص من الإرهابيين الذين استهدفوا المواطنين الأبرياء عصف التراب فهاج الإرهاب ليضرب المدنيين في جنوب كاركوك مقعا سبعة شهداء من الفلاحين الذين كانوا يحصدون محصولهم مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير ليلة خيم الحزن على أجوائها في كاركوك بعدما استهدف إرهابي داعش إحدى القرى التابعة لناحية تازة فقتلوا سبعة مزارعين وأحرقوا حصادات ومساحات من أرضهم التي كانوا يجنون ثمارها وبحسب رواية أهالي الضحايا فأن عددا من إرهابي داعش تسللوا ونصبوا كمينا في الحقل قبل وصول المزارعين المدنيين وفور وصولهم تلقوا وابلا من الرصاص فأصيب سائق الحاصدة واستشهد سبعة آخرون أولاد عمي خابرون أنه إحنا وقعنا في كمين كمين أين؟ كمين في مزارع الحنطة يعني أثناء الأول مرة حاصدين هذولا كامنين لهم يعني اللي قدام يعني بالفررة الثانية أول مرة مستهدفين الحاصدة يعني أبو الشهيد كان على الحاصدة وظهر بنا شيء مصوّق هو بعدين هذول ثلاثين شهداء واحد مطالب طبعا مستهدفي صفي السيارة بالضبط وهذه الفترة أكوناس تفزع جاية طفل نيران واصنين الآخرين يعني يعني سينو وزان عبدين فذلك كان من الذين عليهم مباشرة وواحد تنفيذ عندهم حارقين السيارات أيضا التوفير المعيش ماك المعيشة صايرة صادة أسأل له مثل هذا يطلع وي أبو يساعد بالعمل يعني أبو يتأذى يأخذ صعدة يعني أولا غيرته ما يقبل يقعد بالبيت والوالد يطلع لتشو الواحدة يساعد كل شيء أيام السيقية أيام الحصاد أيام الطشاة شان يطلعوا إياهم فالحمد لله بارحة الأمس حصل هذا الحادث المؤسف راحوا به هنيعا لهم الشعب حادثة يندى لها جبين الإنسانية تعرض لها مدنيون بسطا لم يرتكبوا فعلا سوى أنهم كانوا يسعون وراء كسب رزقهم في موسم الحصاد مرسيم التشيع جرت وسط تجمعات حاشدة لأهالي الناحية نحو ثمانية كيلومترات يبعد الحقل المستهدف عن مركز الناحية إلى الجنوب من كاركوك منطقة يقول السكان إنها تحتاج إلى قوات إضافية لسد الثغرات ومنع تكرار تلك الهجمات من داخل ناحيتي تازة جنوب كاركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة في ديالة أفادت مصادر أمنية بمقتل عنصرين من الحجد الشعبي بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق مدينة بعقوبة في محافظة ديالة في وقت تعرضت فيه قوة من البشمرقة لهجوم مماثل في قضاء كفري وقالت المصادر أن مجموعة من عصابات داعش هاجمت نقطة أمنية تابع للحجد الشعبي لواء نداء ديالة في قرية الشيخ نجم العبدالله في منطقة حوض شروين التابع لناحية المنصورية مشيرة إلى وصول تعزيزات من الحجد والشرطة إلى مكان الهجوم لإسناد عناصر النقطة وعلى صعيد موازن شن عناصر تنظيم داعش هجوما على مواقع البشمرقة في قضاء كفري التابع لإدارة جرميان بعد استهداف مواقع الفوج الثاني من اللواء التاسع من البشمرقة دون ذكر مزيد من التفاصيل إلى ذلك طالب النائب عن تحالف السيادة مضر الكروي الحكومة المركزية في بغداد بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في قرى جلولاء والمقدادية بمحافظة ديالة فيما جددت دعوة إلى أهمية تشكيل فوج من أبناء هذه القرى يتولى مهمة حماية أمنها سنوات عديدة هذه المناطق والقرى تواجه الهرهاب دون دعم ودون تعزيز ودون أسناد رغم مطالبتنا لأكثر من مرة حكومة بغداد بتعزيز هذه المناطق من خلال تطويع ابناها من خلال تعزيز هذه المناطق من خلال تشكيل حشد عشائري في هذه المناطق من خلال تشكيل لواء أو قوة قتالية تابعة للدفاع من أجل تعزيز أمن مناطقهم نحن هذه السنوات كلها نشهد ونشوف نفقد مئات من الشهداء والجرحة وأيضا عشرات الحوادث الإرهابية مثل هذه الحادثة الأليمة التي واجهت هذه القرية البارحة يعني حقيقة يحتاج وقفة جدية وحقيقية من حكومة بغداد من أجل دعم وتعزيز وأمن واستقرار هذه المناطق هناك هجمات وخروقات تواجه ديالة خصوصا في هذه المناطق في الأصلاح وشيخ بابا وقورة قولاي وأيضا في ناحية العظيم تظهر مئات المحاضرين والمتعاقدين والخرجين في محافظتي ديالة وذيقار للمطالبة بفرص عمل تنهي البطالة وتحسن واقعهم المعيشي عشرات المتظاهرين من الخرجين والعاطلين عن العمل تظهروا أمام مصفى نفط ذيقار حيث شهدت التظاهرة صدامات مع قوات مكافحة الشغب التي حاولت فضها بالقوة بينما أغلق عشرات من المحاضرين في ديالة مبنى مديرية تربية المحافظة ونصب سرادق الاعتصام في شارع التربية وطالب ناشطون وحقوقيون بمحاسبة ومحاكمة القوى الأمنية التي اعتدت على مجموعة من الخرجات المعتصمات أمام مبنى محافظة بغداد للمطالبة بحقوق الخرجين وكانت منصات التواصل الاجتماعي في العراق قد تداولت مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من عناصر الأمن بالضرب على المعتصمات وقد حذر الناشطون من أن الاعتداء على المعتصمين من شريحة الخرجين قد يشعل مجددا غضب الشارع الذي انتفض على المشهد ذاته عام 2019 من قتلني حملة أطلقها ناشطو حراك تشرين الشعبي للكشف عن قتلة المتظاهرين المتظاهرون الذين راح منهم نحو ألف شهيد خرجوا يريدون وطنا فعادوا جثثا هامدة أما قتلتهم فما يزال أغلبهم طلقا عام يمر على المطالبة بمن قتل المتظاهرين وما تزال التحقيقات يلفها الغموض بل إنها في طي النسيان تشكك الأوساط الشعبية والسياسية في قدرة الحكومة على تقديم نتائج ترضي الرأي العام بشأن التحقيق في أحداث قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة نحو ألف شهيد مع آلاف المعاقيين ينتظرون تنفيذ أوامر للجهات الأمنية حكم فيها القضاء بحق متورطين متنفذين تتخوف السلطات التحرك للقفض عليهم بحسب ناشطين ومراقبين حتى لو حكم القضاء هناك كثير من القضاء يحكم بها القضاء ولكن الجهاز التنفيذي لا ينفذ هذه الأوامر لا أحد سيكشف عن قتلة المتظاهرين لكل متورط بها هناك خوف القوات الأمنية العراقية والجهات التنفيذية كالشرطة وباقي القوات تشعر أن الدولة ضعيفة وبالتالي لا أحد يحمي هذه القوات لهذا الآن كم هائل من القضاء التي حكم فيها القضاء ولكن لم يتم التنفيذ حكومة تحمل الوزر الأكبر من باب من رضي شيء كان كمن أتاه سقوتها وعدم تقديمهم للعدالة دلالة واضحة لأن هناك خرق حكومي الغريب في ملف التظاهرات بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث تشرين خرجت احتجاجات شعبية تطالب بكشف هوية المتورطين بتصفية مئات الناشطين ليقتل فيها أكثر من مئة شخص وسط مطالبات نيابية بتفعيل لجنة كشف الحقائق المصوّة عليها في البرلمان واتهام الحكومة بتسويف ملف قتل المتظاهرين ومطالبة كشف الأسماء والجهات المتورطة نعم من المؤسف بأنه الدولة العراقية يسود فيها منهج الإفلات من العقاب هذه جريمة وجريمة بشعة بحق المتظاهرين اخترفتها الحكومات السابقة واخترفتها فصائل مسلحة أيضا الآن واجبنا بأنه إحقاق الحق وتحقيق مسائلة قانونية فاعلة باتجاه القتلة أعتقد بأنه من واجبنا الآن كمجلس نواب وواجب كل كتلة السياسية بأنه تحقيق العدالة في هذا الملف المهم والمضي في تشكيل لجنة الحقاغ التي صوت على اسمها مجلس النواب سابقا الشارع العراقي سائم تشكيل اللجانة التحقيقية وفشلها في كشف ملفات كبرى كملفات الفساد وقتل المتظاهرين العزل وغيرها من الجرائم طيلة الفترات السابقة ووجه مجلس القضاء الأعلى العراقي في وقت سابق بفتح تحقيق شامل بكل عمليات القتل التي حصلت خلال احتجاجات تشيرين ومتابعة الإجراءات التحقيقية وصولا إلى تحديد المسؤول المباشر عن قتلهم من بغداد ناس يوسف قناة الفلوجة أما في ذقار فذووا شهدات شرين وناشطوها وبعد أن سئموا الوعود الحكومية بالكشف عن قتلة أبنائهم بدأوا يتحدثون عن تدويل هذا الملف فالثأر في ذقار لا يفض ولا ينتهي إلا بالقصاص عامون انقضى ولم تحقق حملة من قتلني مطالبها بالكشف عن قتلة المتظاهرين فيما اتهمت عائلات شهداء تشيرين الحكومة بالتسويف والمماطلة منذ انطلاق الحملة التي قدمت أدلة دامغة من مقاطع فيديو وشهادات الشهود أمام المحاكم والجهات المختصة نحن عوائل الاحتجاج السلمي في محافظة الذقار في مثل هذا اليوم قبل عام أطلقنا حملة من قتلني وكنا نأمل من الحكومة العراقية أن تتفاعل مع قضايا الشهداء تتفاعل مع القضايا الموجودة في المحاكم العراقية ولكن لم نحظى بأي اهتمام من الحكومة ولا من القضاء الحكومة غير جادة بالبحث عن قتلة المتظاهرين مع العلم أن عوائل الشهداء تم تزويد الحكومة والقضاء بكافة الأوليات قدمنا أدلة ضد القتلة وضد اللي قتلوا شبابنا في محافظة ذيقار ولحد الآن لم تجرى أي إجراءات ضد القتلة قدمنا دعاوي قدمنا شهود قدمنا أدلة للقضاءات للمحاكم للمراكز الشرطة لدعاوي عدن بس لحد الآن أي إجراء ما أتخذ أما ناشطو الحراك الشعبي فقد طالبوا بتدويل قضية قتل أكثر من ثمانمائة شهيد وأكثر من ألف ومائتي جريح خلال تظاهرات تشرين وإلى الآن وتشكيل محكمة خاصة بقضية استهداف وأختيار المتظاهرين وفتح تحقيق بالأدلة التي قدمها أهالي البحايا والمتظاهرون خصوصاً وأن المتهمين معروفين إلا أن التسويف والمماطلة هي التي تطفو على السطح منذ تشرين من عام 2019 لا نتائج تلوح بالأفق بشأن قمع المتظاهرين على خلاف الوعود الحكومية بكشف الجنات فاللجنة التي شكلت بعد أطلاق أهالي الضحايا حملة من قتلني قد انتهت وألحقت كما يبدو كأخواتها في غياهب الرفوف من ذقار سعد ركابي قناة الفلوجة في شأن آخر تسلم اسمعي لخضير الهلوب منصبة محافظة صلاح الدين بشكل رسمي وذلك خلال اجتماع موسع عقد في ديوان المحافظة بحضور أعضاء البرلمان الممثلين عن المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر الحكومية ويأمل أهالي محافظة صلاح الدين طي صفحة الإهمال والفساد الإداري والمالي بتسلم المحافظة الجديد لمنصبه كما يتطلعون إلى عهد جديد من الإعمار وإعادة تعهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية أدت السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق إلينا رومانوفيسكي اليمينة القانونية تمهيدا لتسلم منصبها وذلك خلال مراسمة رسمية أمام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في واشنطن وكانت رومانوفيسكي قد أكدت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقتها أن الولايات المتحدة تدعم عراقا مستقرا ومزدهرا ديمقراطيا يخدم جميع مواطنيه بما في ذلك المجتمعات الأكثر ضعفا وتهميشا مبينة أن تعزيز الجماعات السياسية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني سيكون من أولوياتها الرئيسية كسفيرة في بغداد سيكون من أولوياتها الرئيسية تجد Löحة في هذا مجتمع قد أن أدركه وakatه موعدة سيعفوه نشأتنا تهتو هذا تذكير بأهم ما جاء فيها الكاظمي والحلبوسي بحثان التطورات الأمنية والسياسية ويؤكدان ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الحزبان الكرديان ينهيان شهورا من الانسداد ويقرران استعادة الثقة مع الأطراف السياسية وتوفير أرضية ملائمة للحوار بعد نقلها إلى منطقة آمنة الإعلام الأمني تعلن خلوة موانئ العراق ومطاراته من المواد السامة والمشعة شديدة الخطورة الفلوجة دطيفي للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب في أمان الله